السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد لي اوقاتكم يا احباب اتمنى يا ربي تكونوا بخير يا اهلا ومرحبا بكم احمد صالح وفي لقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامجنا الممتع مايكروسوفت باوربوينت بلقاء اليوم راح نصمم لوحة انفوغراف جميلة لعدة خيارات قبل ما نبدأ يا احباب تكرما ورصفا من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات والتفاعل على هذه الفيديوهات لتسابوا معي بايصالة اكبر قدر ممكن من المهتمين وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد احباب القلب خلنا نبدأ بباشرة بهذا اللقاء الجميل مع حضراتكم بعد ما قمنا تشغيل برنامج الباوربوينت راح انقر باليمين ومن اللي اوت اللي هي تخطيط راح نختار بلانك يعني شريحة فارغة راح نتوجه اول شيء الى فيو وبنفعل خطوط الارشاد عشان تساعدنا في تمركز رسمتنا اليوم بتوجه الى انسيرت اللي هي ادراج ومن شيبس اللي هي اشكال في عندي الشكل اللي يعطيني الدائرة فينا نقول نحن جزء من دائرة وليس دائرة فيني اعطي اقواس اقواس منها طيب هنا اختارم اضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى ارسم بمساحة معينة بتناسب الشريحتي وبتناسب للافكار يحيقون باضافتها بتوجه الى الشيف فورمات ومن إيليجان راح نختار إيليجان سينتر وإيليجان ميدال راح نشوف برسمتنا انه في عندي مقبض موجود باللون الاصفر ومقبض اخر باللون الاصفر طبعا هذا عشان انا اوسع واضيق من الاقواس اللي انا محتاجن وليكن على سبيل المسال انا محتاج اكون في عندي خمس فقرات خمس تعدادات ففيني ربما اخد هذا الحيز من القوس باختار كنترول زائد دي يعني تكرار تمام وبطبط الشكلين فوق بعضهم البعض بنقر مع السحب عشان اعمل تمدد للقوس لفقرة تانية وبنقر مع السحب عشان ارجع واعمل تطابق للقوسين تمام بهذا الشكل بالضبط ربما محتاج شوية مساحة بهذا المكان بعمل كنترول دي مرة تانية نفس المبدأ بطابق الاشكال فوق بعض البعض وبعطي شوية تمدد لهذا المكان وبرجع هذا الى حواف السابق بعد ما قمنا بالرسم بشكل كامل راح احدد كل هذه الاشكال وبتوجه الى طبعا الفورمات شيب او الشيب فورمات وبنختار الالة بدون خط اطار تمام طبعا هذه المساحات البسيطة فينا نضبطهم يعني بعد ما قمنا بازالة الاطار اصبحت معاي بشكل جميل جدا جدا خلنا نبدأ بالتزيينة يا اصدقاء انقر بليمين على احد الاشكال وبنتوجه الى الفورمات شيب طيب قبل ما نبدأ في موضوع الالوان خلي نختار نظام لوني نشتغل عليه غير النظام اللوني الموجود يعني هذا النظام اللي فينا نقول افتراضي خلنا نغيره بتوجه الى قائمة وعندي من هذا الخيار فيني اخذ اي عائلة لونية ممكن ابدأ بالعمل عليها خلني اختار وليكن على سبيل المسال هذه العائلة اللونية نجي الى الشكل الاول اي تعبئة متدرجة عفوا خلني اعمل يكون في عندي نقطتين فقط لا غير طيب تمام وباجي بختار النقطة الاولى والليكن عندي اياه بهذا اللون والتانية بختارها بنفس اللون لكن راح نعطيها سماكة لونية اكتر يعني كثافة لونية زايدة عشان اعمل هذا التباين. الان فيني اغير موضوع الظل يكون عندي الى المنتصف ونحن محددين على هذا الشكل بعمل على النسخ التنسيق وبمكر مرة مرة على كل الاشكال البقية وبعطي باجي الى الشكل التاني فقط من غير الالوان خلني اتوجه الى بختار شكل الدائري وبنكر مع سحب عشان ارسم دائرة تقريبا تكون معنا بحيز بالمنتصف تماما بختار لالة طبعا من المحوذة تكون معي بالمنتصف فينا كمان مع نصغرها للداخل شوي. خلني اختار لالهم تعبئة بلون او لون صب اللي هو اللون الابيض او قريب الى اللون الابيض وبنختار لالة يعني خط متدرج خلني احزف واضيف فقط لونين هذا اللون بحتاج يكون عندي لون ابيض وهذا بختاره لون يعني اكتر تدرج او قريب الى الاسوب دهذه العوائل لون الرمادي او الفضي تمام وبننزل الى بنعطي شوية سماكم وبتوجه الى التأثيرات وبنختار من ظل واللي يكون معي هذا الظل بنعطي شوية فقط لغير او تشتت لاظل اذا حبينا نعطي طابع جميل لرسمتنا بنقر باي مكان على الخلفية وبتوجه الى تمام والآن بجي بختار يعني النمط او النوع يكون عندي دائري ويكون عندي من المركز جميل جدا جدا الآن فقط هذا اللون راح نقلله كمان شوي واللي يكون معي مثلا بهذا الشكل تمام واللون الابيض الساطع هو خلف الشكل بالضبط الآن بجي بعمل زائد ديم تمام وبضغط مع الشفت وبنوسع الدائرة تمام وخلني اعطيها يعني رسال الى الخلف بدرجة واحدة متل ما انا شايفين بالضبط طيب وبلغي خيار الظل منهم ما انا محتاج يكون في الها ظل وموضوع بختار ايضا يعني بدون حدود راح انقر مع السحب على موضوع الشفافية لحتى اعمل الشكل شفاف وحول اطلع الشكل البلوري برسمة الانفوغرافي هذا اليوم بختار كونترول دي مرة تانية تمام وبرجع كمان وإليغان ميدل وتكون عندي اه فينا اقول يعني مستوى الى الخلف بضغط مع ومنزغر للداخل حبة اضافية تكون معنا بهذا الشكل الجميل يا اصدقاء الان الشكل الخارجي هاد البلوري خلني اختار منه كونترول زائد دي ونفس المبدأ بختار وإليغان ميدل بعطي كونترول مع الشفت ومنكبر لحتى يكون معنا تقريبا خلني انا وقال شيء اغير اللون الى اسود عشان يضح معنا تمام ويكون معي بمساحة الدوائر بالضبط يعني على مساحة الشكل الخارجي تماما ماني محتاج يكون في عندي زائد محتاج ايش يكون عندي اياه على قدر المساحة بالضبط بختار منه كونترول زائد دي طب اول شيء نقلل شافيات مشان يضح معكم كونترول زائد دي هذا الشكل الاخر خلني الونه بلون اخر تمام الان خلني اضعه مسلا بهذا المكان بحدد الشكل هاد الشفاف الاخر واحد لونه اسود عفوان مع مفتاح الشفت وبحدد الشكل الجديد ومن بنختار الطرح او من دمج الاشكال شو نختار عندي اياه طرح الان راح امر شافيات لالون تمام وفيك تختار اه لون الابيض بيطلع موضوع جميل لموضوع ايش لموضوع الاضاءة تمام موضوع الاضاءة عندي الاشكال الخارجية هذي اشكال الخارجية لتوجهت الى وجيت واحد واتنين ثلاثة اربعة خمسة هذول الاشكال كاملات وعملت لالون ظل هذي تنسيقات او هذي التأثيرات فين اختار ظل لالون وعمل شوية وانقلها شافية شوي تمام ايضا الموضوع بيكون معنا جميل جدا جدا الان برجع بحدد نفس الشيء كمان الدائرة وبعطي ومنختار بضغط ونحاول نرسم دائرة بتكون اوسع شوي من الدوائر السابقة خلني انا الغي شافية ونختار وليكن عندي اللون الابيض تمام وخلني اعطيها اي ارسال الى الخلفية بتوجه الى التأثيرات ومنشدهم نختار ظل داخلي تمام في عندها موضوع شافية وعندي موضوع فيك تتحكم فيه اللي حتى يعطي طابع جميل جدا جدا يا اصدقائي ورسمتنا اصبحت فينا نقول خلني اكبرها شوي تمام وكأنها حفر تمام بهذا الشكل بالضبع ونتوجه الى قائمة ومن شيفس اللي هي اشكال بنختار اداة الرسم الحر تمام الان بنقر مع السحب مع مفتاح عشان يكون عندي يا افقي وبرجأ بختار انكسار الاعلى شوي مائل وبرجأ مع مفتاح من مدد شوي اللي يكون معانا بهذا الشكل ومنعطي مفتاح فيني انا انقر باليمين وبتوجه الى التنسيقات او زكاة مفتوح عندك التنسيقات الموضوع جميل جدا ومنتوجه الى سهم البداية وسهم النهاية وبتختار احد الاشكال وليكن عندك على سبيل المسال هذا الشكل والنهاية بختار يكون عندي هذا الشكل وعندي خلنا نزيده كمان شوي حبا وبخلني اختار وليكن عندي اللون الاسود بختار زائد وبسحب عندي يا لهون بختار تنتين مع بعض وبعض زائد ومن بنعمل هذه الاستدارة تمام بهذا الشكل بضع المفتاح ومنحرك الى الجهة المقابلة ونتوجه الى وناخد اداة الرسم نفسهم وبنكر مع السحب لارسم شكل وليكن عندي اياه هون بهذا الشكل بالضبط اعطي مفتاح نفس المبدأ بحدد اي شكل وبختار نسخ التنسيق وبرصقه على الشكل الاجد خلني اتوجه هنا وفي عندي ايقون حتى ناخد بعض الايقونات ونضيفها الى رسمتنا لهذا اليوم خلني احدد بعض الاشكال وليكن عندي واحد اتنين تلاتة اربعة عندي خمسة تمام اقر على بختار مباشرة عندي تعبئة باللون الابيض اضغط مفتاح ومنزغرهم لحتى يكون بيحيز يعني مناسب جدا بسحب الايقونات على مكان معين بيمكان يحدد الكل فقط اعمل بعض الشفافية لالون طبعا ليكونوا معنا بهذا الشكل الجميل منتوجه الى ومن نختار احد الاشكال وخلني ارقم واحد اتنين ثلاثة على سبيل المثال هذا الرقم واحد وملون النص باللون الابيض ومنسحبه على التعداد رقم واحد تمام نفس المبدأ رح اصغر حجم خط شوي بما يتناسب وليكن عندي اياه مثلا بهذا المكان منتوجه الى وعندي بالتابعة فيني اعمله كمان بعض الشفافية بختار كنترول زائد وابنكر مع السحب لحتى انا اغير الرقم واحد الى الرقم اتنين نفس المبدأ كنترول زائد نسحبه لهون ومنسميه الرقم تلاتم نفس المبدأ بعمل كنترول دي وبسحبه لهون ومنرقمه بالرقم اربعم وعندي اخيرا ايضا مع كنترول دي بنسحبه لهون ويكون معاي بالرقم خمسة راح نتوجه الى قائمة ومن وورد ارت بنختار احد الاشكال وخلني اشتغل على النص الدفلت الموجود عندي اياه بهذا الشكل خلنا نزغر شوي وبلغي الظل منه وبسحب وبنكر مع السحب طبعا لحتى نحن نرتب النصوص اه بهذا الشكل بالضبط بختار كنترول زائد دي مرتب النص الثاني هون وكنترول زائد دي في هذا الشكل يا اصدقائي بيكون احنا صممنا لوحة انفوغراف لخمسة خيالات بطريقة جدا بسيطة وجميلة مع شرح كامل لمبادئ الظل والاضاءة بلقاءنا لهذا اليوم اتمنى اكون قدمت لحضرتكم شيء جميل والنافع واللاق فيكم كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم ترزو عني كل خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة